موسيقى من كام اسبوع لما بدأنا سلسلة الحلقات الخاصة بصيانات المكينة احد اصدقائي تواصل معايا وبلغني انه مهما كان لما بيودي المكينة بتاعته للصيانة لو فيها مشكلة بسيطة او حصل ان يقعد منه تحت المية فحصل لها غمر كامل او الصيانة السنوية بتاعتها غالبا ما بترجعش المكينة زي ما كانت لا على مستوى النعومة ولا على مستوى الخفة اللي كانت فيها ومن هنا انا ديته من عندي مكينة كانت وقعت مني بالكامل تحت المية وفضلت تحت المية حوالي ساعة على معرفة اطلعها هي بالقصبة بكل حاجة يعني وبعدين خليته يستخدمها ويشوف مستوى النعومة والاداء بتاعها بعد ما عملت لها الصيانة وهنا كانت الصدمة ان المكينة ما يقدرش يفرقها ابدا بين انها كانت جديدة او انها وقعت تحت المية وتفكت بالكامل وتعمل لها صيانة وتركبت مرة تانية ووعدتوا في اليوم ده ان انا قبل ما اخلص سلسلة الحلقات الخاصة بصيانة المكينة اني هشارككم ببعض الاسرار اللي انا خدت سنين وسنين على ما تعلمتها عشان اقدر بتقنيات بسيطة خالص ارجع المكينة بتاعتي زي ما كانت جاية من المصنع بالضبط ارحب بكم اعزائي متابعين محتوى مارين هاب على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حلقة جديدة اليوم هنتكلم فيها على بعض الاسرار الخاصة بالصيانات الخاصة بمعدات الصيد المكائن بالطبع زي ما كملنا في الهكام حلقة اللي فاته اخوكم احمد مأمون معكم كالعادة وخلينا قبل ما نبدأ كالعادة اطلب منكم اللايك المتين والمتابعة الطيبة ومشاركة هذا المحتوى بالذات لو في حد من اصدقائك بيعاني من بعض المشاكل في مكينة الصيد بتاعته حلقة النهاردة هتكون في قمة الروعة ومهمة جدا بالنسبة له طيب في البداية خلينا كده نعرف شوية حاجات قبل ما نبدأ نتعمق مبدأ ايا مهم جدا ان انا اعمل انسبكشن للقطع بتاعت المكينة فانا دلوقتي دي التروس الاساسية ده المين جير الترس الرئيسي وده البنيون جير بيسموه بينيون لانه بشكل حلزوني ده والاتنين دول بيتفاعلوا مع بعض بالطريقة دي ان المفروض اوكي لحظة واحدة هنلاقي المكان بتاعه دلوقتي المفروض ان الاتنين دول بيكون فيه بينهم ترابط مستمر بحيث ان كل مكانهم في المكينة بيبقى بالشكل ده وبالتالي كل ما انا بلف الهندل انا بلف المين جير ده بيحرك معايا البنيون جير اللي هو بيلف الروتر اللي بيلم الخيط مرة تانية دول اهم قطعتين في المكينة ولا يمكن ان اتخيلوا مدى سهولة ان انا اطلب القطع دي اونلاين لو لقيت ان فيهم مشكلة الانسبكشن بشكل مبسط جدا لأي جير في الدنيا واكيد من ضمنهم الجيرز بتوع المكينة ان انا اشوف السنون دي هل فيها اي تآكل او لا التآكل بنقصد به عشان الفوكس كده يبقى افضل التآكل بنقصد به ان الترس من فوق من هنا يبقى نحيف شوية مايبقاش فيه الجزء العريض ده يعني هنا شايفين ان الترس طالع زي المسلس اهو بيطلع كده بعدين بيمشي بالعرض بعدين بينزل تحت انا مهتم جدا بالحتة اللي بيمشيها بالعرض دي المسافة دي 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 خلاص الجزء ده اللي فوق كل ما ده كان مدبب ومسنن كل ما ده معناه ان الترس فيه يعني في مراحل عمره الاخيرة التآكل ابدأ اللحظه على الترس نبدأ اي ترس في الدنيا بيحتاج داخل منظومة ما دايما هيبقى فيه قدر معين من التآكل بس مش ده اللي انا مهتم بيه انا مهتم بحاجة اسمها الونيفورمتي ان انا عايز التآكل يكون متساوي في جميع السنون اوكي كل السنون يكون فيها نفس القدر من التآكل شافين المكان الاسهر البسيط اللي هو جوه الترس ده ده من مكان الاحتكاك بين وبين الترس التاني لما نيجي نلف الترس مع بعض بالشكل ده هنلاحظ ان فيه تساوي في المساحة اللي بيحصل فيها الاحتكاك مبين الترسين وهو ده بالزبط اللي أنا بدور عليه إن تكون المساحة دي في مساحة الاحتكاك متساوية داير ميدور الترس بتاعي طبعا مش محتاجين نقول إنه كمان مهم إن أنا ألاحظ إذا كان فيه أي نوع من أنواع التآكل من برة أو الضرر أو الضربات معظم مشاكل الخشونة اللي ممكن تقابلنا فيه مكينات الصيد بيبقى مرتبط بالأساس بالعلاقة ما بين المين جير والبينيون جير زي ما اتفقنا ده بشكل مبسط العلاقة ما بين الترسين دول تاني حاجة مهم إن أنا أخد بالي منها هو السيلز اللي موجودين جوه المكينات يعني أنا دلوقتي عندي السيل الأول ده السيل ده بيركب في هذا المكان بيبقى جوه هنا الأماكن بتاعة السيل دي مش بس مهمة إنها بتمنع دخول الأتربة والأملاح وأحيانا في بعض أنواع المكائن بتمنع قدر معين من رذاذ الماء لا ده كمان مهم جدا إن يكون السيل من برة فيه قدر كافي من النعومة وما يبقاش فيه أي نوع من أنواع القطع أو الاحتكاك اللي ممكن يؤثر سلبا على حركة الجير البييرينجز واحدة من أهم أهم وأبسط القطع في المكائن وبالتالي لما يكون عندي مجموعة من البييرينجز مهم إن أنا أخد بالي من كل واحدة منهم إذا كانت فيها قدر كافي من النعومة قبل ما ركبها تاني أو لا بشكل بسيط جدا أقدر أخد البييرينجز واعملها كده على أي شيء أنا بس بحاول أحافظ على بريشر وهنا أبدأ ألف بالشكل ده أنا هنا بس بفتح كده وبضغط بحيث أن أنا أثبت الارتفاع بتاع البييرينجز وهي مضغوط عليها وبعدين أبدأ ألفها بإيدي تقدر تعمل كده حتى لو بإيدك أو على أي نوع من أنواع الأدوات اللي عندك تثبت عليها بس البييرينج وتلفها أي نوع من أنواع اللي احتكاك أو الخشونة اللي موجود داخل البييرينج سهل جدا نعالجه بالطريقة اللي إحنا هنستخدمها حالا والأول محتاجين ناخد بالنا الفرق ما بين الأنواع بتاع البييرينج اللي قدامنا دي بيرينج مفتوحة لو لاحظتوا جوه هنا هتلاحظوا أن البييرينج الصغيرين اللي جوه مكشفين بالتالي لما نيجي نعمل كده هنا من الجانب ده بعينه أكتر شايفين أوكي هنا كل البييرينج الصغيرين اللي جوه مكشفين ودي فيها اختلاف عن النوع ده اللي هي فيها البييرينج اللي جوه مش مكشفين أوكي طبعا من الجانبين نفس الموضوع بنفس الطريقة بالزبط طيب لو ركزتوا معايا هنا شوية صغيرين هنلاحظ ان الكفر اللي قافل هنا فيه هنا شايفين الفراغ الصغير ده الفراغ ده هو اللي بيقفل الجزء اللي قافل على بيمسك القطعة الصغيرة خالص الرفيعة جدا دي اللي بيقفل الكفر على البييرينج اللي جوه القطعة دي بكل بساطة ممكن أحركها وأفكها من مكانها زي ما عملنا في المين جير وإحنا بنفكه لو تفتكروا في القطعة اللوك البسيطة دي نفس الموضوع بالزبط هنا أقدر أفتح دي وأعمل تنظيف كامل البييرينجز من جوه ده طبعا لو أنا مش متاح بالنسبة لي إن أنا أغيرهم وفي نوع ثالث من البييرينجز ممكن يقابلكم وهو اللي هتلاقوه في بعض المكائن اللي بتقول إن هي عندها قدر كافي من العزل ضد الماء شايفين اللون الأزرق ده اللون الأزرق ده بتبقى سيلد بتبقى مقفولة أكتر فيها عزل أكتر يبقى مش فقط مقفولة زي دي من فوق لا ده كمان فيه قدر من العزل اللي هو في اللون الأزرق ده وكمان اللون الأزرق ده قطعة من الربر نقدر نشيلها بنفس الطريقة ونعمل صيانة للبييرينجز من داخل وبعدين نقفلها أو نبدلها لو فيها مشكلة لكن المهم إن أنا أكون واعي بأهمية القطع دي فرديا إن أي نوع من أنواع الخشونة في أي واحدة من البييرينجز دول هيحسسوني إن المكناة فيها مشكلة كبيرة جدا وهي في الأصل مشكلة بسيطة أنا هنا حاسس بيعني خشونة بسيطة جدا 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 البييرينجز اللي اتنين اللي هنا هم اللي بيركبوا على طرفي المين جير وعندنا البييرينج اللي مفتوحة دي هي اللي بتركب جوه الترس اللي بيحرك العمود ده للأعلى وللأسفل القطع دي بتتحرك هنا بتبقى جوه كده وبتروح وتيجي في المكان ده فدي هتبقى هنا والاتنين بيرينج دول خاصين بي البنيون جير المكان ده لو ما تحطش فيه شحم كفاية هسمع الصوت أو هحس بضربة في كل مرة الروتور بيطلع وبينزل من أعلى مكان لأقل مكان بمعنى ده الروتور عندي أهو لاحظوا إن العمود اللي هنا طوله بيتغير وأنا بلف شايفين بينزل لتحت أهو بينزل وبعدين يبدأ يبدل ويطلع في التبديلة دي أنا هسمع الصوت بسيط جدا لو عندي مشكلة في العلاقة ما بين العمود ده اللي هو بيطلع وبينزل زي ما شفنا في المكان والترس اللي بيحركوا في المسافة دي عشان كده في المكان ده أنا بفضل أحط شحم كتير جدا وهنشوف إزاي في الحلقة الجاية وإحنا بنركب مهم إن أنا بعض الأماكن أهتم بيها زيادة عن اللي زوم لكن النهاردة إحنا مش هنركب النهاردة إحنا هنتكلم على واحدة من الطرق المهمة جدا للتعامل مع أهم القطع في المكينة دول كده البييرينجز هنحطهم بالشكل ده وطبعا فيه أنواع كتير من الزيوت اللي ممكن نستخدمها طبعا كل شي بيتحط عليه شحم البييرينجز بنحط عليهم زيوت عشان تبقى أخف أكتر عندنا هنا مثالين اتنين من الزيوت واحد من شركة شيمانو واحد تاني يعني من الحاجات اللي هي العامة اللي ممكن تستخدمها بغض النظر عن الشركة وطبعا زي ما نشاهفين فيهم تيب صغيرة كده بيتحط بيهم لكن أنا بفضل أعمل حاجة أفضل من كده أنا بفضل إن أنا أجيب الأداة البسيطة دي وأقدر باستخدامها أسحب القدر الكافي اللي أنا عايزه من الزيت وهتشوفوا قد إيه الكمية بليلة جدا طبعا هو بيبقى تقيل وكده كده الزيادة بنرجعها مرة تانية كده أنا أخدت كمية صغيرة جدا من الزيت زي ما نشاهفين نرجع نقفل الكاب بتاعنا تاني وباستخدام الإبرة بالضبط كأننا هندل البيرينج حقنا لا يمكن تتخيلوا مدى الفرق اللي بتعملوا الحاجات البسيطة دي قد إيه هنيجي هنا على البييرينج على كل واحدة منهم شايفين السيل الصغير ده أوكي هنيجي على كل واحدة من البييرينج من هنا ونبدأ في المكان اللي فيه البكرات وندي دفعة من الزيت خلي الزيت يلف في كل مكان بسيط جدا الموضوع وأعمل كده في كل واحدة من دول أنا هنا بس بلاقي الفراغ اللي احنا شوفنا مع بعض وأبدأ قدي جرعات بسيطة جدا من الزيت باردو هنا الفراغ أهو وجرعات بسيطة جدا من الزيت وباردو نفس الكلام الفراغ أهو اللي انا لو عايز افتح البييرينج من جوه هفتح منه وجرعات بسيطة جدا هنا كمان مش شايف الفراغ فين أهو وأبدأ قدي الجرعة من الزيت داير ميدور عشان نوضح الموضوع بشكل أفضل في الغالب أنا بسيبهم كده يفضلوا شوية موجودين لكن لو خدنا المفتوحة دي كمثال ده بالزبط اللي احنا بنعمله أوكي ده البييرينج من جوه اهو مكشوف أوكي وأنا هنا بعمله بالزيت بالطريقة دي طبعا دي مفتوحة فالاويل اللي انا بحطه من فوق بينزل كمان من تحت فما فيش أدنى مشكلة ده بالزبط اللي انا بعمله فيهم كلهم ومجرد ان انا اخليه اخلي البييرينج شوية هيبدأ الاويل ده ينزل جوه وبيعمل كوتنج للقطع الداخلية الخاصة بكل واحدة من البييرينج دول نقطة كمان في غاية الأهمية وهي الووشارز اللي زي كده يعني لو خدنا خلينا ناخد دول كمثال الووشارز دول احنا اتفقنا ان هما مهمين جدا ودول كده اللي جايين من يعني من الشركة هما اللي حطنهم مهم ان لو فيه اي تعديل هعمله في الووشارز دول او لو فيه اي صوت خشونة فانا هغير الووشارز هقللهم هزودهم دول اللي بيركبوا في المكان ده وبالتالي بيعملوا ضغط على الترس ده ومع احتكاكه مع ترس البنيون يقربوهم اوي من بعض او يبعدوهم عن بعض المسافة البسيطة اللي ما بين التروس دي بتبقى فيه غاية الاهمية عشان كده ضروري للغاية ان انا يكون معايا اداة قياس الكترونية لو انا هعمل اي تعديل في دول مهم ان انا يكون عارف الفرق في المقاسات في اغلب انواع المكائن هيبقى الفرق متوضح باللون زي ما انتوا شايفين دي الاقل في السمك ودي الاعلى في السمك وبالتالي مهم ان انا اخد بالي من العدد والترتيب بتاعهم ومحاولش ابدا اغير مكانهم باي شكل بعض انواع المكائن بيكون فيها سيل في مكان مميس شوية خلينا نشوف المكان ده فين الترس ده اللي احنا اتفقنا ان هو بيتحرك داخل الفراغ بتاع العمود هنا الترس ده اوكي داخل الفراغ بتاع العمود بالشكل ده الترس ده في مكان هنا لو تشوفوا اعتقد كده بقى واضح اهو المكان ده المكان ده هو اللي بيركب عليه واحد من اصغر السيلز اللي هتقابلهم في اي مكان في المكان حتى مش قادر امسكه اوكي شايفين اصلا السيل لازق في الجنب ازاي يعني حجم كومي دي جدا السيل ده على قد ما هو صغير كده على قد ما دوره مش ان هو يمنع اي شيء الترس ده موجود ده مكانه هنا خلاص ده بيبقى المكان بتاعه يعني جوه المكينة يعني بعيد تماما عن ان هو يمنع اي اتربة او اي حاجة طب ايه ايه القطع السودة دي ليه ليه في هنا قطع زي كده عشان كده المهم وانا باشتري مكينة اشتريها من شركة معتبرة بتهتم بالتفاصيل دي اللي بيحصل انه العمود ده بيتحرك والعمود ده بيتحرك خلاص لفوق والتحت بيكون الترس بيلف والقطع اللي فيها الربر دي بيكون ليها دور في انها تمنع الصوت اللي احنا اتكلمنا عنه عشان كده اقل التفاصيل دي بتكون مهمة جدا جدا في الكفاءة النهائية الخاصة بالمكينة بعد ما نخلص الصيانة الترس ده واحد من الترس اللي نادرا ممكن يحصل فيه تآكل طبعا بيكون مكان الاحتكاك بتاعه هنا ونادرا ما قابلني انه حصل تآكل فيه واحد من الترسين دول خدوا بالكم احنا هنا متكلمناش على الماتيريال بتاع التروس متكلمناش على الماتيريال بتاع العمود المهم جدا ده احنا بناخد الحاجات البيزيك المهمة اللي هتفرق معي انا كصياد وانا بمسك المكينة الحلقة دي احنا قلنا اسرار في غاية الاهمية الاويل بالطريقة اللي تعلمناها على البيرينز حاجة هتغير طريقة معاملتك للمكينة بتاعتك في المستقبل السيل واهتمامي جدا بمدى صحته وازاي راجع على التروس ومدى التآكل بتاعها سواء ترس البنيون او ترس المينجير في غاية الاهمية لصحة المكينة النقطة الاخيرة كانت المقاسات بتاع الووشرز واماكنهم لازم اتعامل معهم بدقة شديدة وبحرص كبير عشان احافظ على الجابس والفراغات ما بين التروس وبعضها وده اللي بيحسسني ان المكينة لسه جديدة او بحس ان المكينة فيها متهلكة وفيها اصوات وفيها خشونة اللي احنا تكلمنا فيه النهاردة صدقوني من الحاجات اللي مش هتلاقيها بسهولة والمعلومات اللي انت مش هتعرف توصل لها بسهولة ابدا شاركوا هذا الفيديو مع احد اصدقائكم اللي عنده مشكلة مع مكينة من مكيناته خلوه يعرف ازاي ان الامور بكل بساطة ممكن يقدر يستمتع بمعداته لفترة اطول عن طريق معلومات بسيطة جدا المتابعة والحلقة الجاية هتبقى حلقة مهمة لان انا هنقفل فيها كل اللي احنا عملناه لحد الان